اشتركوا في القناة حجم الدور المصري وتفاصيله لإيقاف هذه الحرب لإيقاف هذه الإبادة الجماعية لإقرار وإحلال السلام في المنطقة بحل شامل وعادل ومنطقي خليني أرحب جدا جدا بضيوفي داخل الستوديو طبعا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية منورنا دكتور وطبعا دكتور أسامة شععة أستاذ العلاقات الدولية منورنا دكتور أسامة أنا كنت أقول يا باختي أنا نهارده عندي عشوتين في ليلة واحدة هبدأ الأول بدكتور طارق أهي أم طار أم أقدام أم أنه أحيانا بيقترب الهدف وبعد كده يرجع تاني أنا بقى لا خصوصا مع محاولاتنا للهدنة السابقة يعني خلينا نتفائل أنه فيه فرصة جيدة القاهرة بتطرحها على الطرفين مش عايزة أقول هي الفرصة الأخيرة لكن هي الفرصة المهمة في هذا التوقيت نتيجة لخبرات كثيرة أنت بتتحرك على عدة مسارات حضرك سبت النائب في اتجاه الوصول إلى نقطة توافق شريطة أن يتوافق الطرفين على ما تم طرحه طوال الأشهر الأخيرة تفاصيل طبعا كتيرة والتفاصيل مرتبطة بالإجابات المباشرة في هذا لكن فيه معطيات بتحكم ده من الأطر العامة إلى التفاصيل التفاصيل هي مرتبطة بالنسبة للحماس أنه وتدريجيا يبقى فيه عودة للنازحين فيه إجراءات كتيرة قوي لأن الناس قاعدة قدام خرايط قدام طرق بتتفتح بتتكلم على رفع المتاليس في مناطق معينة شارع الرشيد فيه تفاصيل تفتح إزاي تخش كام بوابات الوكترونية دخلنا في تفاصيل كتيرة جدا حضرتكم هذه الأمور مهمة جدا لأنه هيبقى فيه قوة تنفيذ على الأرض يعني اللي هتتابع ترائب تشوف تسجل ترصد أمور كتيرة يبدو الأطر الكبيرة اللي احنا بنحطها بتبقى محتاجة إلى أغز ورد بتتكلم على مرجعيات بالنسبة للطرفين لديهم تحفظات كتيرة بالنسبة للحماس وبالنسبة لإسرائيل موضوعات التفويضات بالنسبة للحكومة الإسرائيلية تم تغييرها أكتر من مرة لكن هو فيه تفويض مش تفويض مقيد يعني خلينا برضو من نقررش الكلام بتاع الميديا الإسرائيلية لا هو فيه ممثلين للجيش ممثلين ليه جهاز الأمن الداخلي ممثلين ليه جهاز للصغبارات العسكرية وبالتالي الممثلين دولا بيكلموا فيه أمور فنية وأمور تفصيلية يعني زي ما قلت لحضرتك خرائط تفصيلية النازحين حيرجعوا بكام نسبتهم كام تأمينهم كي لا يتعرضوا لأي مخاطر فيه تفاصيل كتير الجانب الآخر حماس أيضا بترجع للمرجعيات المرجعيات عشان نكون أمناء ليس فقط المكتب السياسي الموجود في قطر فيه الجناح العسكري فيه غزة فيه إيران فيه أطراف إقليمية لازم نعترف بهذا فالمرجعيات بتاعوك ده إحنا بنسأل السؤال عايزين إجابة عليه هتوافق بيبقى فيه جزء من آليات التفاوض إن حضرتك بتطرح الرؤية والرؤية البديلة وبيبقى فيه خيارات توافقية في التفاصيل حضرتك عندك كم جسة أو كم عدد من الجسامين اللي موجودين عندك طب موجودين فين فالردود أحيانا بالنسبة لحركة حماس قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيح إن إحنا عدد الجسامين اللي هم اللي كانوا محتجزين ليسوا لدينا طبعا إس بالذلك خلي بال حضرتك فيه تواريخ سابقة من أيام صفقة جرعات شليت فيه جسامين قديمة طبعا فهنا بنتكلم على خبرة اللي اتنين يعرفوا بعده كويس فبالتالي هو بيماطل والنحية التانية بيراوخ في الإجابة على التساؤلات طيب خريطة الترتبات الأمنية إنت هتعمل إعادة تموضع ولا إعادة انتشار ولا هتخرج من القوات الإسرائيلية منين في مناطق التماس هتخرج من خان يونس هتروع على مدينة غزة مين اللي حيرائب مين اللي حيفتح الممرات والطرق إذن فيه تفاصيل كتيرة هتقول لي حضرتك المفاوض بيلجأ لوضع قطر والقطر تنفذ طب مين اللي حينفذ ما هم الطرفين تمام قوة المرأبة الأمريكان بيكلموا كان من باريس 2 أنا مش عايزة أطول بس عسد دكتور وسام مزهاج إنه كان فيه باريس 2 كان فيه اتفاق على وضع الأطر ومدير السابرات المركزية جاء حط الأطر مع الجانب المصري طبعا القطريين انسحابهم في هذا التوقيت انسحاب اضطراري وانسحاب مرتبط بالاتهامات التي وجهت منهم من الولايات المتحدة ومن إسرائيل وبالتالي هم فضلوا يشتغلوا شوية على المفاوضات الروسية الأوكرانية بدل ما يتفاوضوا على المفاوضات الفلسطينية انسحابه بالانسحاب تدريجي تكتيكي ما بين قوسين دخول السعودية على الخط أنا في تأديري هو محاولة ليه أن يكون فيه إطار عربي يعني بلينكين بدأ من السعودية اللي حضور طبعا المنتدى واللقاء مع الأعضاء بتوع المجلس التعاون الخليجي شيء جيد حيروح الأردن حيروح إسرائيل حيسمع وينصد لكن أيضا الأمريكان مش جايين يتابعوا مفترض الأمريكان حيضوا ضمانات والضمانات دي مهمة لأنه لأول مرة حيبقى فيه تعهدات أمريكية بتنفيذ ما سيجلي هل الأمريكان في ذهنهم تبقى فيه مراقبة عربية أو قوات متعادية جنسيات ولا فيه فيه الزهنية الأمريكية إيه بالزبط عشان يبدأوا يعملوا ده في التفاصيل فيه أمور مريبة لازم تحط عليها علامة السفهام أمريكان أنا عايزين يشغلوا الممر البحري عايزين يشغلوا المطار بعد شوية عايزين يفتحوا الباب إمكانية للهجرة الطوعية مش الجبرية بدأنا نلعب في تفاصيل كتير قوي نتمنى بطبيعة الحال إن القاهرة تنجح في إحداث خروقات كبيرة أنا أعتقد المفاوض المصلي عنده خبرات وإمكانيات كبيرة جدا جدا ويستطيع أن يحدث خروقات في هذا التوقيت وينجح في الوصول طيب هنا هرجع على كل دكتور الأمريكان عايزين ويقدروا يعملوا في إطار إنه إحنا كلنا عارفين إن الأمريكان مهماش أمناء في هذا التفاوض أمناء فيه وجود حل نهائي وعادل وفي إطار آخر ألا وهو إن مصر فعلا بتمارس ضغوط إذا كان على واشنطن بشكل ما أو على كل الأطراف الفاعلة المتعلقة بالقضية يعني بداية تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين جميعا الحقيقة حبدأ بالدور المصري الدور المصري محوري ومركزي ولا يستطيع أحد المزاود عليه هذا أولا وثانيا بالتأكيد أنه مؤثر على كل الأطراف سواء حتى على الاحتلال الإسرائيلي الذي هو بحاجة إلى أن لا يزعج مصر يعني هو محتاج أن يستمر في الاتصالات مع مصر باعتبارها الدولة العربية الكبرى والوازنة والتي وقعت اتفاق حتى هذه اللحظة صامد هذا الاتفاق بسبب إرادة مصرية وليس بسبب الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يحرص على عدم إزعاج مصر أو عدم إثارة أو استفزاز مصر بأي حال من الأحوال هذا أولا الولايات المتحدة أيضا تحرص على أن لا تزعج مصر ولا تخسر مصر بأي حال من الأحوال رغم أنه هناك ضغوط على مصر بأشكال شتى ليست طبعا يعني مجال للحديث فيها قضية المصالحة وقضية الوقف اطلاق النار حتى عملية السلام التي جرت في أوسلو مصر كانت هي الدولة العربية الوحيد التي تقف مع القيادة الفلسطينية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات وصولا إلى اليوم وهي التي تقف بشكل يعني سدا منيعا وتقف يعني حائط سد وظهير استراتيجي للقيادة الفلسطينية في كل تحركاتها السياسية والدبلوماسية وهي التي تحرك مش من اليوم حتى من 48 أيضا عندما أجرت وقف اطلاق النار في الهدنة رودس 24 فبراير 1949 ثم وصولا إلى هذا اليوم كل عمليات القضية الفلسطينية سواء على المستوات السياسية وغيره والمستوات حتى الوقف اطلاق النار والأمن والتهدئة والمفاوضات وتبادل الأسرة التي جرت في شليد كلها برعاية مصرية بغض النظر عن لون القيادة التي تحكم غزة سواء كانت من فتح أو من حماس أو من هذا الفصيل مصر تتعامل مع الشعب الفلسطيني بأنه شعبها وإخوتها وأشقاءها وتقف على مسافة واحدة من كل أطراف الفلسطينية الداخلية حتى على المستوى المصالح وهذه نقطة مهمة تحسب لمصر ولذلك تكتسب مصر لدى حركة حماس أولا خلينا أقول ثقة وإحترام باعتبار أن حركة حماس تدرك أنها لا يمكن أن تتجاوز الدور المصري بأي حال من الأحوال رغم علاقاتها الإقليمية في المنطقة هذا أولا أما على الموقف الأمريكي أنا باعتقادي أنه الولايات المتحدة يعني ليست صادقة في كل ما تطرحه في وسائل الإعلام أو حتى الخطط التي تأتي بها إلى المنطقة والمشروعات التي يأتي بها وزير الخارجية الأمريكية إلى المنطقة هي باختصار وبشكل شديد هي تعبر عن مضمون المخططات الإسرائيلية وهي توحي بشكل أو بآخر أنها مع الحل السياسي مع حل الدولتين لكنها تقف بالمرصاد أمام الحل الفلسطيني في الأمم المتحدة قبل أيام ذهبت فلسطين إلى الأمم المتحدة وطلبت الاعتراف بالعضوية الكاملة لماذا استخدمت الفيتو الولايات المتحدة وجاءت إلينا في المنطقة تريد حل الدولتين هذا منطق هم يستطيعوا الإجابة عليه لكن بالمجمل العام هم لم يكنوا أمناء يوما من الأيام حتى في رعاية المفاوضات التي جرت منذ عام 93 أو حتى 91 من مدريد من مدريد حتى اليوم لم يكنوا يوما من الأيام أمناء في مذكراته لدينيس روس السلام المفقود في كتابه السلام المفقود قال كنا صهيونيين أكثر من الصهاينة يعني في طرحنا وفي ضغطنا على الرئيس الراحل ياسر عرفات في مفاوضات كام ديفين ومع ذلك يعني كان ياسر عرفات يعني مرن معنا إلى الحد الذي يمكن أن نصل معه إلى اتفاق إلا أن أيهود براك في ذلك الوقت كان يرفض بكل الأحوال حتى المرونة الأمريكية والضغط الأمريكي على ياسر عرفات كان يرفضها ويريد أكثر من ذلك ولهذا لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون يوما من الأيام صديق أو حليف أو نصير للموقف الفلسطيني وأنا أتفق مع الدكتور طارق فيما تحدث فيه عن الميناء وفكرة التهجير الطوعي التي طرحت بشكل أو باخر بالمناسبة الإنسان الفلسطيني الذي يعيش في غزة الآن الذي دمر بيته ودمرت كل حياته وقتل كل أفراد أسرته استشهده سواء ظل طفل عنده أو بنت أو أم أو أخ أو أحد المصابين أو المعقين ما فائدة وجوده في غزة إن لم يكن هناك مقومات للحياة وإن لم يكن هناك يعني هدف مستقبلي له ليكون على الأقل يعمل في مكان عمل مدرس مهندس طبيب مزارع إن دمرت الحياة الاقتصادية في غزة وإن دمرت الحياة الاجتماعية في غزة أحبابه أين؟ لا يوجد له أحباب لا يوجد له مكان عمل ولا مصدر رزق إذن سيغادر طوعا وبالتالي عندما تفتح له فرصة العمل في إحدى الدول ولهذا أنا أحذر إذا حصل وقف إطلاق النار وإن شاء الله يحصل خلال الأيام القادمة وقف إطلاق النار أول خطوة يجب إعادة الحياة أهم من مقف إطلاق النار وأهم من الساسة ومن القادة أن يعودوا إلى مواقعهم يجب العمل بشكل سريع وعاجل على بدء إعادة الحياة إلى يعني تدريجيا إلى عهدها ما كانت عليهم أقبل أنا أسعب تبقى خشيتي من أنه تيجي بعض العواصل أي أن كانت هيا فين وتبدأ تقول يا جماعة حصل هدنة طيب إحنا عاوزين بقى نفتح الباب لأهلنا في فلسطين علشان ناخد بالنا منهم ويتفضلوا وهنعمل لهم إقامات ونبدأ نعمل لهم فرص للدراسة هذا جزء من المجلس للعمل فهذه فكرة الهجرة الطوعية بعيدا عن التهجير القصري اللي هو يبقى التهجير مباشر كندا كانت من كم شهر بدأت تتكلم في دابنة وأسترادية حدودة أمريكا أمريكا فتحت طيب أنا بس عايزة طيب تفهم أنا عايزة حدودك تكمل بس أنا عايزة نروح للفاصل ونرجع فورا حالة نكون موجودين معاكم أنا طموش متصورين مدى ساعتي بالفقرة دي النهار دي دي بالنسبة للفقرة اللي هي بقى طلب انتظارها هارجع بسرعة للترحيب بدكتور طارق ودكتور أسامة وقلنا أن احنا هارجع بدكتور طارق أنه كان عندك تعقيب وتعليق على الكلام اللي تفضل به الدكتور أسامة شعط هو طبعا سريعا إذا تم وقف اطلاق النار إن شاء الله يتم بصورة سريعة هتبقى فيه إشكاليات ما بعد وقف اطلاق النار بالنسبة لما سيجري بمعنى أن القوات الإسرائيلية هتبقى على الأرض ما فيش حاجة اسمه انسحابات كاملة يعني هتبقى خارج المدن بما يمثل لديهم أي مشكلة هيخشهم تمام وانت بالتالي مش هتوقف اطلاق نار بصورة كاملة لأنه هيبقى فيه إعادة ترتيب للأولويات بالنسبة للفلسطين الموجودين ومس انسحابه وإعادة انتشار القوة إعادة انتشار وإعادة تموضع يعني ممكن يغير حضرتك الأماكن على حسب خارج مناطق التماثل للموضوع لكن فيه مشكلة بقى مين سيدير القطاع في هذه اللحظة ده سؤال مشروع وهذا السؤال مرتبط طبعا بإنه الإسرائيليين عايزين العشائر والعشائر بطبيعة الحال لها دور موجود دلوقتي بصرف النظر عن العلاقة بينها وبين عناصر حماس الحاجة التانية لو الإعمار اللي احنا بنتكلم فيه اللي دكتور أسامة تكلم فيه الإعمار محتاج إلى هيئة دولية ومحتاج مؤسسات منحة ومحتاجها ضخ مليارات ومحتاج مرأبة لعدم الضغط على حماس بتوظفها أو بإعادة تكوينها فأنا مش عايزة أقعد أناقش في موضوعات مرتبطة بالقوة العسكرية الحماس في رفح شكلها إيه وفي الأماكن لأنه هي مش في رفح بس من الأربع كتاب مش في موجودة زي ما الإعلام الإسرائيل لا ده موجودة في كل القطاع بالسرعة أو بخير وبالتالي مخاوف إسرائيل من وقف إطلاق نار فيه مخاوف بالنسبة للطرفين وفيه مكاسب بالنسبة للطرفين لو وقف إطلاق نار عدة أسابيع حماس ستقدر تجمع بالفعل لأنه شبكة الاتصالات بتاعت حماس في القطاع تقطعت بصورة كاملة تقطعت لازم نعترف بهذا وفيه جزء منه هو مرتبط بإسرائيل لأنه إسرائيل مش هتوقف تتفرج على حضرتك كنت بتجمع وتعمل وبالتالي فيه تشكك من قبل الطرفين ودي إشكاليات اليوم التالي الإشكاليات اليوم التالي مش مين يحكم القطاع أستاذ يوسف هي المرتبطة بإدارة القطاع طبعا الخيارات بتبدأ بقوة عربية وتمر بقوة متعددة جنسيات وبقوة أمريكية الأمريكان بدأوا يعملوا قاعدة في جنوب إسرائيل خليني بس أرتب النقاط اللي قالها أسامة واحد بيعمل لها قاعدة في جنوب إسرائيل هذه القاعدة هتبقى قاعدة رأس حربة للتدخل الأمريكي في أي لحظة صح هتقول لي ايه الجديد فيها الجديد انها تبقى قاعدة شاملة شبيهة بالقاعد اللي موجودة في الخليج رقم واحد وبالتالي حيبقى الولايات المتحدة مينا الآن بتقول لحضرتك لإسرائيل نحن سنحمي أمن إسرائيل على أرض الواقع رسمية أنا بحميك بشكل مباشر على الأرض على الأرض خلاص قاعدة وحيبقى لها تحرك وليها انتشار الحاجة الثانية إنه المشروع اللي اشتغل بتعلمينا ده وبعد شوية حيبقى المطار وفتح منافس برة حتبقى بإدارة أمريكية أمريكية مترحوا من حولي شهر ونص فكرة شيطانية قال لك هيبقى عندنا ألف جندي وضابط من قوة القوة المركزية الأمريكية لها سنتكم لها شغالة في الشرق الاصل دورها يا جماعة قال لك دورها في إنها هتدخل المساعدات وتشرف عليها طبعا ده المعلن اللي مش معلن إنها هيبقى لها دور على الأرض هل هي حتراقب أو حتبدأ تدخل في مناطق في قطع غزة وحتشرف على المعابر يبقى لها دور ففي تساؤلات كتيرة جدا في هذا الإطار بنسبة للجانب الأمريكي الجانب الأمريكي ليس وسيطا بل شريكا طبعا وبالتالي الشريك في كل ما يجري بالتالي شريك أمني شريك استراتيجي وأمور أخرى مرتبطة بالتواجد بقى على الأرض الولايات المتحدة من النهاردة زي ما قلت لحضرتك سات النائب هي بتبني القاعد عشان تتواجد مش هتمشي الحاجة بقى التانية الأخطر هو الموقف الإسرائيلي ناس فهمة أنه إسرائيل هي نيتنياهو ودي لازم نبقى واضحين فيها ده كلام يعني مش صحيح إسرائيل فيها مؤسسات وفيها مراكز قوة من تدير الدولة وتدير الدولة للكي تبقى على قيد الحياة إسرائيل عندها مشكلة في حالة فوضى إحنا متبعين إسرائيل يوم بيوم في حالة فوضى داخل إسرائيل بصورة كاملة مش مجرد استقالات رئيس الشعب الإستقالات استقيل زباط في التشكلات يطلعوا قوات الاحتياط مش عايزة تخش رفح فيه اعتراضات ده كلام الأساس حضرتك أن فيه حالة فوضى في الدولة هذه الفوضى من المفترض أن يتم التعامل معها بجدية أن احنا بنستثمر ده بصورة كبيرة عربيا وفلسطينيا أن أنت بترتب ده على خياراتك ستتعامل مع حكومة الحكومة الإسرائيلية هذه أو حتى لم تم تغييرها وأنا أعتقد أنه من المصلحة أن تبقى هذه الحكومة لأنه تغييرها هيؤدي بحالة شلل كامل لأنه الاثنين بين جانت سوائر لبيد لا يزنوا في المعادلة وبالتالي قضية الجمهور الإسرائيل يأثر ما يأثرش التظاهرات نحطها في حجمها المجتمع بيعاني من حالة أزمة وأزمة هيكلية والدولة بأكملها بقى سيارة النهائة مأزومة الدولة مأزومة في حالة تأزم كامل فيه فرصة جيدة لنا النهاردة وإحنا بيتعامل مع هذا الكيان المأزوم والمزعور مما يجري لأنه هو متخوف من عادة إنتاج المقاومة بالمناسبة هي مش عضية حماس لا ده عنده أهم كبير جدا فيه أنه هذه الحالة تستمر حتى لو وقف إطلاق نار رح بيكلم فيه تسليح حماس بيكلم على نزع السلاح بيكلم على أبلويات كتيرة قوي المجتمع بيسأل كيف سنتعامل معه طيب ده خليني هرجع بصورة على الدكتور أسامة أيضا قبل ما الحلقة دي تخلص وأنا يبقى في حاجة وقفة في زور طيب أنا كمان عندي الواقع الفلسطيني وقع مأزوم يعني لازم أبقى وقعي عندي وقع مأزوم لا تقف جميع فصائل المقاومة على نفس ذات الخط ده ما دي حاجة الحاجة التانية أنا في عندي كمان يعني هسميها إيه ارتباطات سياسية ما بين بعض الفصائل وما بين قوة إقليمية أو من الفوعل غير الدول في المنطقة وقوة أيضا في خارج نطاق المنطقة ممكن تبقى إيران ممكن تبقى غيرها إلى آخره يبقى أنا عندي أزمة جوه فلسطين وعندي أزمة جوه إسرائيل الكلام ده بالنسبة لي بيوصل لي النتيجة أننا الوضع سوف يصل إلى مرحلة من مرحلة الجمود مش الحال حالة ولا نعم يعني خلينا نضع إسرائيل على جند ما يهمني أنا الساحة الفلسطينية أولا الدم الفلسطيني اللي سال خلال هذه الحرب ستة وست شهور أو أكثر أو سبع شهور اقتربنا على سبع شهور هذا الدم اللي سال لن يغفر التاريخ مطلقا للفصائل الفلسطينية مجتمع إن لم تتوحد بعد هذا الدم اللي سال المفروض لبناء الدولة الفلسطينية كل الدم هذا اللي سال لن نترحم عليهم ولن نستطيع أن نترحم عليهم طالما أن هناك انقسام في الساحة الفلسطينية حركة حماس في اليوم الذي بدأت الحرب فيه كان يجب عليها أن تطالب السلطة الفلسطينية بالدعوة لحوار ووحدة وطنية عاجلة وتشكيل حكومة طوارئ لتقود المشهد بشكل وحدوي ودلا من أن تتفاوض بشكل منفرد يجب عليها أن تتفاوض باسم الشعب الفلسطيني كله مع القيادة الفلسطينية على كل التفاصيل بما فيها حل الدولتين على أن نكون كلنا في خندق واحد مثل ما فعل نتنياهو نتنياهو كان مأزوم إلى حد يعني الإسرائيليين بدهم يعلقوا على المشانق المعارضة كان بني جانس كان يقف له بالمرصاد ويتعاملوا معه على أنه يعني خائل لإسرائيل كانوا يتعاملوا معه لأنه هو الذي قسم إسرائيل وهو الذي يعني أوجد أزمة القضاء ليستمر في الحكم يسيطر على القضاء يدمر القضاء المتدينين السيطرة أزمة الحرديم الانشقاقات الداخلية في المجتمع البنيوي الإسرائيلي كل هذا غفل عنه جانس وغفل عنه المعارضة الإسرائيل وشكلوا حكومة حرب عاجلا وفورا وبالتالي هم استطاعوا الهروب من أزماتهم الداخلية نحو التماسك باتجاه المواجهة مع الشعب الفلسطيني ومعه الهروب للأمام للأمام وبالتالي تغاضوا عن كل الأزمات الداخلية كان يجب علينا أن نتغاضى والآن أنا بتمنى أن تنجح مصر في إحقاق المصالحة وقف اطلاق النار ومن ثم الالتفات بشكل عاجل وفوري لتحقيق المصالحة لأن المصالحة يعني التوجه نحو الإعمار المصالحة تعني التوجه نحو الانتخابات نحو إيجاد قيادة جديدة وقيادة يعني واعية تدرك مخاطر المرحلة الجاية دكتور قسامة وقال هناك شعبين شعبي في غزة وحكومة هنا هو شعب واحد المشكلة الفصائل هي التي تقسم شعب واحد شعب واحد لأن ده اللي حيدي لحضرتك المصداقية أمام العالم أن تتحدث بصوت واحد الوحدة الوطنية هي الهدف لما دخلت مدريد ولما دخلت أصله أنا دخلت باعتباري منظمة التحرير الفلسطينية هي المصالة الرئيسية الشرعي الوحيد باسم الشعب الفلسطيني أنا الآن لدي بدل المتحدث اتنين وخولي الخشة أنهم يبقوا ثلاثة ويبقوا أربعة هي دي الأزمة والشعب الفلسطيني سيادة النائب ليس شعب فصائلي دكتور رسامة ليس شعبا فصائلي خالص ناس متصورة لا ليس شعبا فصائلي شعب فصائلي شعب مؤمن تماما بس أنا عاوز أضيف نقطة مهمة في هذا السياق الانقسام الفلسطيني إن لم ينتهي في هذه المرحلة بالذات فأنا أعتقد أن هناك إشكالية النقطة الأخرى أن هناك أيضا دوافع إقليمية كما تفضلت في مداخلتك إلي سعادة النائب أن هناك قوى إقليمية تدفع باتجاه استمرار الانقسام كلما مصر موحدت الفلسطينيين والشعب الفلسطيني في مصالحة تأتي قوى إقليمية تدعم هذا الفصيل حركة حماس بالأموال حتى يستمر في مصر وعي مصر الفهم يعني متابع لهذا الأموال في فلسطين في الإقليم جوه فلسطين نبقى بس فاهمين صحيح أنه المصلحة معانا في القاهرة أنا مش عايز منك حاجة ومش عاوز أستخدمك ومش بتعامل معك كجمعة وظيفية أنا بتعامل معك لأنك تريد الاستقرار تريد دولة كمالة العضوية في الهم المتحدة يبقى في عندك حكومة يبقى في عندك متحدد باسم الحكومة ورئيس إلى خيره دولة كنت أتمنى نحن نقعد مع دكتور طارق ودكتور أسامة أكتر من كده بس أنا هنتزل فرصة وهذا نغير معهم شوية كده يعني أحاول عطالهم قدر اللي استطاعة نكلم معهم بعد ما البرنامج يخلص حالا يكون موجود معاكم حالا كريم رمزي وبرنامج رقم عشرة كل شكرة أولا لدكتور طارق فهمي دكتور أسامة شاعة نورتوني وإحنا لكلنا العمر إن شاء الله هنقابلكم بكرة في نفس المعاد شكرا